الصحابي ضرار بن الأزور هو مالك بن أوسي الأسدي أسلم بعد الفتح وكان من أثرياء مكة ترك جميع عماله وأقبل على الإسلام بحماسة ووفاء فقال له النبي محمد ربح البيع وضع الله ألا تغبن صفقته فقال النبي ما غبنت صفقتك يا ضرار كان يلقب نفسه بقتل الملوك في حين أن الأعداء كان لهم رأي آخر حيث لقبوه بالشيطان العار الصدر يتميز ضرار بأن لديه الكثير من المعنويات العالية ويرجع السبب إلى درايته الكاملة بعلم الخطط فكان لديه القدرة على توطيد عزيمة المقاتلين معه وأن يبث بهم روح القتال والتضحية من أجل الدفاع عن الدين والرغبة في الانتصار أو نيل الشهادة عرف عنه طيلة حياته أمنيته بنيل الشهادة مثل ما نالها والده وجده في ميدان المعركة من قبل معركة أجندين عام 13 هجريا كانت المعركة بين المسلمين والروم بقيادة قائد الروم وردان لكن عدد جيش المسلمين كان صغيرا جدا نسبة إلى عدد جيش الروم الذي بلغ حوالي 90 ألف مقاتل في حين أن عدد جيش المسلمين كان لا يتعدى 32 ألف مقاتل إلا أن النصر كان حليف جيش المسلمين وهزموا الروم هزيمة صحقة كان من أبرز أسباب انتصار جيش المسلمين انضمام العديد من الفرسان إلى جيش المسلمين من أبرزهم ضرار بن الأزور الذي كان لديه قدر من الثقة تجعله ينطلق في أرض المعركة وثقا في الانتصار مهما كانت الظروف بالإضافة إلى العديد من الفرسان الذين انضموا إلى جيش المسلمين في تلك المعركة مثل معاذ بن جبل وسعيد بن عمر وجعفر بن عقيل لم يكتفي ضرار بن الأزور بالانتصار على جيش الروم إنما سعى جهدا حتى استطاع الوصول إلى قائد الروم وردان ودارت مبارزة قوية بينهما قام فيها ضرار بن الأزور بضرب وردان ضربة قاتلة بالسيف استطاع أن يفصل بها رأسه من العنق عن جسده معركة مرج دهشور عندما انتصر ضرار بن الأزور في معركة أجنادين واستطاع أن يقتل قائدهم شكل ذلك حافزا قويا مكنه من الانطلاق إلى خوض معارك أخرى بكل ثقة في الانتصار بالفعل اشترك مع القائد خالد بن الوليد في معركة مرج دهشور وأتيحت له الفرصة مرة أخرى لأن يواجه قائد الروم بولوس الذي كان يتمنى أن يثأر لقائد الروم وردان واستطاع درار أن يضع السيف فوق رأس بولوس فأخذ يسرخ ويلح على القائد خالد بن الوليد أن يخلصه من الشيطان عالي الصدر وطلب أن يقتل على يد خالد لا على يد درار لشدة خوفه من أن يفعل به كما فعل بقائد الروم وردان لكن خالد بن الوليد رد قائلا هو قاتلك وقاتل الروم وقد كان سببا في تذبيت المسلمين في معركة اليمام التي كانت من أحد أهم المعارك الفاصلة في تاريخ الإسلام فقد استشهد فيها الكثير من الصحابة وحروب الردة في عام 12 للهجرة بقيادة أكرمة بن أبي جهل قاتل هناك قتالا شديدا حتى أصيب في سقيه لإثنتين لكنه استكمل القتال على ركبتيه ولكنه تعافى بعد ذلك سقوط ضرار بن الأزور أسيرا في معركة اليورموك كان ضرار أول من بيع عكرمة بن أبي جهل وقد ذهب ضرار مع كتيبة من المسلمين لمعرفة أخبار الروم فقاتل الروم ويقال قتل منهم أربعمائة ولكنه وقع أسيرا فبعث المسلمين كتيبة لتحريره ومن معه وبالفعل حرروهم وعادوا معهم كان من بين المقاتلين المسلمين خولة بنت الأزور فعندما علمت بخبر أسر أخيها منطلاق جيش المسلمين لمحاولة فك أسره انطلقت تقاتل معهم حتى ظن المقاتلون أنها أحد الرجال فطلبوا منها أن تكشف عن لثامها وقد شارك أيضا في فتح دماشق مع خالد بن الوريد رضي الله عنه ثم توفي ضرار بن الأزور في منطقة غور الأردن ويرجح أنه مات في طعون عمواس ودفن هناك فسميت المدينة باسمه ترجمة نانسي قنقر